شاهدين الكرام إلى عدد جديد ومتجدد من حديث الصحافة وأبرز ما تضمنتها الصحف من أخبار وطنية ودولية نستهلها كالعادة بالجرائد الوطنية ومن جريدة المساء وفي صدر صفحتها نقرأ الجزائر تدفع بالحل السلمي في النيجر الرئيس تبون يوفيد وزير الخارجية إلى ثلاثة دول من الإكواس وجاء في تفاصيل هذا المقال عطاف يجري مشاورات مع نظرائه من نيجيريا والبنين وغانا الجزائر تعمل على تحكيم العقل وبلورة حل سياسي يجنب الكارثة وأضاف المقال في عنوان الجزائر تمر إلى السرعة القصوى تفاديا للتصعيد العسكري حيث يقول المقال شرع وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف ابتداء من يوم أمس الأربعاء في زيارة عمل إلى كل من نيجيريا والبنين وغانا وذلك بتكليف من رئيس الجمهورية سيد أبل مجيد تبون لإجراء مشاورات مع نظرائه في هذه البلدان التي تنتمي إلى المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا وأضاف المصدر ذاته أن هذه المشاورات ستتمحور حول الأزمة في النيجر وسبول التكفل بها عبر الإسهام في بلورة حل سياسي يجنب هذا البلد والمنطقة بأسرها تدعيات التصعيد المحتمل للأوضاع وتأتي هذه الزيارة التي يقودها عطاف إلى ثلاثة دول إفريقية من أجل إسماع صوت العقل وتغليب الحل السياسي على العسكري لإنهاء الأزمة في النيجر وسط محاولات لتأجيج الوضع في المنطقة بقيادة فرنسية مغربية من خلال محاولات الدفع بالتدخل العسكري يقول هذا المقال إلى جريدة أخبار اليوم التي عنونت في مقال آخر هالاقترب انضمام الجزائر إلى البريكس قادة المجموعة يؤيدون توسيعها حيث أعرب قادة مجموعة البريكس خلال قيمتهم أمس الأربعاء بجوهانسبورغ بالإجماع عن قبولهم توسيع المجموعة ويفتح هذا القبول الأبواب أمام إمكانية انضمام الجزائر في وقت قريب إلى هذه المجموعة العملاقة مع ما يمكن أن يحمله ذلك من إيجابيات للاقتصاد الوطني الباحث عن أفاق أكبر يقول المقال وصرح رئيس جنوب إفريقيا سيريل أرامافوزا قائلا نحن بصدد توسيع عائلة البريكس كما أعرب عن ارتياحه قبيل اجتماعه مع نظرائه الذين يستضيفهم إلى غاية يوم الخميس لدعم جميع الأعضاء كليا وهذا الاقتراح تقدمت نحو أربعين دولة من جميع أنحاء العالم بما فيها الجزائر بطلب الإنضمام وأبدت رغبتها في الالتحاق بنادي الخمسة الذين ينتج ربع الثروة العالمية ويمثل 42% من سكان العالم يقول المقال وحضي طلب الجزائر بدعم من كل من الصين وروسيا وجنوب إفريقيا جريدة المشوار السياسي عنوانت في مقال آخر أبوس تحذر من منتوجات خطيرة ومجهولة تغزو الأسواق وجاء في تفاصيل هذا المقال حذرت منظمة حماية المستهلك عبر صفحتها الرسمية من منتوجات خطيرة ومجهولة المصدر بالأسواق ويتعلق الأمر بالسائل المضاد للبعوض وذلك بعد التحقيقات التي بشرتها المنظمة ومكتبها بولاية السطيف يثرى وصول معلومات عن تواجد منتوجات غير مطابقة بالسوق وبعد طلب معلومات من مديرية التجارة لسطيف وتحقيق ذاتي وميداني تم العلم بأن المؤسسة الموجودة اسمها في غلاف السائل المضاد للبعوض متبرئة من المنتوج ونافية لاستيراده وعليه حذرت المنظمة من اقتنائه واستعماله وكذا التبليغ عنه حيث العثور عليها وللإشارة يضيف المقال فقد سبق لمنظمة حماية المستهلك وأن حذرت من قبل عبر حسابها الرسمي على الفيسبوك وفي منشور لها من منتوج متداول في السوق الوطنية غير مصرح به وغير مطابق وأوضحت أن منتوج متوفر في السوق الوطنية يحتوي على رائحة بنزين في جهاز قاتل النموس وعلى إثر ذلك وبعد شكوى للمنظمة تم الحصول على العينات وتكليف مكتب سطيف بالتحقيق حيث أسفرت التحقيقات إلى غياب رخصة لممارسة هذا النشاط يقول المقال جريدة أخبار الوطن عنونة صدر صفحتها وقالت الاستثمار الفلاحي مغانم بلا مكاسب وجاء في تفاصيل المقال على خلاف تصريحات المسؤولين لا يزال الاستثمار الفلاحي يراوح مكانه ويظل رهين لجملة من العرقيل التي تحاول يقول المقال أو تحول دون تحقيق الأهداف المنشودة بداية بالبيروقراطية المقيتة ويضيف المقال التي حرمت الكثير من الفلاحيين الحقيقيين من تجسيد مشاريعهم والصعوبات التي تنفرهم مرورا بعد الاستعانة بمختصين يحددون طبيعة المشاريع الفلاحية التي تنجز وتصلح في كل منطقة وتوفير التقنيات الحديثة لتطوير الزراعة وصولا إلى انعدام التهيئة والكهرباء والمسالك اللازمة في الكثير من المناطق التي منحت أو منحت فيها أراضي لأصحابها بهدف الاستثمار ما يجعل الفلاح يقول المقال يقطع شوط محارب وقد يصل إلى الهدف المرجو كما قد يتوقف في منتصف الطريق ويتخلى على كل شيء كما قد تحول الأموال والأراضي التي استفاد منها دخلاء لوثوا القطاع إلى غير وجهتها لتبقى مساحات شاسعة قاحلة دون أي استغلال وأمننا القومي في خطر يقول كاتب هذا المقال إلى المواقع الإلكترونية الوطنية والبداية بموقع النهار أونلاين الذي عنونا أزمة نيجر محور المحادثات بين عطاف ونظيره النيجيري حيث حل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف عشية أمس بأبوج عاصمة جمهورية نيجيريا الاتحادية أين أجرى فور وصوله مشاورات مطولة مع نظيره النيجيري السيد يوسف ماتيمة تجار وذلك في مستهل الجولة التي يقوم بها بتكليف من رئيسي الجمهورية عبد المجيد تبون وحسب بيان الخارجية فلقد تمحورت المحادثات بين الطرفين حول الأزمة في جمهورية النيجير وتطوراتها وأفاق تعزيز الجهود الرامية لبلورة حل سلمي لها بشكل الذي يضمن العودة إلى النظام الدستوري في البلاد ويجنبها مخاطر التدخل العسكري التي لا يمكن التنبؤ بها وفي هذا الإطار تبادل الطرفان المعلومات والتحليل حول الجهود الدبلوماسية التي بذلها البلدان للمساهمة في إنهاء هذه الأزمة في جوارهما المشترك عنوان آخر على موقع النهار أونلاين عنوان وزير المالية يلتقي مع وزير العلاقات الخارجية لبنغلاديش حيث تبحث وزير المالية العزيز فايد بصفته ممثلا عن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أمس الأربعاء مع أبو الكلام عبد المومن وزير العلاقات الخارجية لجمهورية بنغلاديش وذلك على هامش أعمال الدورة الخامس عشر لقمة البريكس بجوهنسبورغ جنوب إفريقيا وكان هذا اللقاء فرصة لاستعراض وضعية العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية فضلا عن أفاق تطويرها وتعزيزها لا سيما في القطاع المالي قطاع المحروقات والقطاع الصيدلاني وكذلك مواد البناء وخلال هذا اللقاء أكد الطرفان على إرادتهم في بذل كل الجهود الممكنة للرفع بالتعاون بين البلدين نحو شراكة معززة ومربحة مقال آخر على موقع الجزائر الآن عنوان محادثات ثنائية بين الوزير الأول ونظيره الصحراوي حيث أجرى الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن أمس الأربعاء بقصر الحكومة محادثات ثنائية مع بشرايا حمودي بيون الوزير الأول للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية وعبر الطرفان خلال المحادثات يقول هذا المقال عن ارتياحهما للعلاقات الأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وأكد إرادتهما الرسخة لمواصلة التعاون ثنائي وتطويره في شتى المجالات كما استعرض الوزير الأول مع نظيره الصحراوي آخر التطورات المتعلقة بقضية الصحراء الغربية على كل المستويات مؤكدا موقف الجزائر الثابت والداعم لنضال الشعب الصحراوي موقع الشعب أونلاين عنوان تفاصيل عن تدريس الإنجليزية في الرابعة ابتدائي يقول المقال فصلت وزارة التربية الوطنية في الإجراءات التنظيمية والبيداغوجية لتوسيع تدريس اللغة الإنجليزية إلى أفواج السنة الرابعة من التعليم الإبتدائي في السنة الدراسية 2023-2024 وجاء في تعليمة للوزارة أنه في إطار إدراج تدريس اللغة الإنجليزية في مرحلة التعليم الإبتدائي حددت الإجراءات التنظيمية والبيداغوجية لتوسيع تدريس اللغة الإنجليزية وأوضحت الوزارة أنه يطبق منهاج اللغة الإنجليزية لسنة الرابعة ابتدائي ويعتمد هذا المنهاج أساسا على المقاربة التواصلية القائمة على الحوار والاستماع وتنمية كفاءتي فهم المنطوق والإنتاج الشفوي إلى جانب تنمية كفاءتي فهم المكتوب والإنتاج الكتابية موقع الخبر أونلاين عنوان هذه الشروط إدماج تلميذ المطرودين حيث حددت وزارة التربية أربعة شروط أساسية لإعادة إدماج تلميذ المطرودين من المتوسطات والثانويات يقول هذا المقال وهي عملية مرهونة بطاقة استعابة المؤسسة التعليمية وتوفير المقاعد البيداغوجية وأيضا مدى استعداد التلميذ للعودة إلى مقاعد الدراسة كما سيتم التحقق من التزام المعنى بالمواضبة والحضور الدائم للدروس ومدى انضباطه مع الأساتذة وكل أعضاء الطاقم التربوي والإداري خلال السنة الدراسية المنصرمة على أن تمتد الترتيبات الخاصة بإعادة الإدماج بين نهاية سبتمبر وبداية أكتوبر كآخر أجل يقول المقال وفتح باب استقبال طلبات التلميذ المطرودين في الطورين المتوسط والثانوية الموسم الماضي بعد أن دعت أوليائهم إلى إداعي ارتماساتهم في الأجال المذكورة دون تأخر موقع الإذاعة الجزائرية عنوان زين شرفاوي للإذاعة موقف المخزن من الأزمة في النيجر تأكيد لعمالة المغرب للغرب وخدمته لأجنداته حيث ثمن الإعلامي زين شرفاوي المتخصص في شأن الساحل هذا الأربعاء يقول المقال قرار الجزائر الرافض لاستعمال مجالها الجوي للطائرات الفرنسية معتبرا من جهة أخرى أن القرار المغربي يؤكد أن النظام المخزني عامل للغرب ويخدم ويدافع عن أجندته وأضاف زين شرفاوي الذي نزل ضيفا على برنامج الساحل بعيون إعلامية لقناة فريقيا فام يقول المقال أن هذا القرار كان منتظرا لأن الجزائر طلبت منذ بداية الأزمة في النيجر بعودة الرئيس النيجري بازوم إلى منصبه وحذرت دول الإكواس من أي تدخل عسكري مفضلة الحل بطرق الدبلوماسية خاصة وأن المنطقة تعيش على واقع أزمات سياسية مختلفة واعتبر المتحدث يضيف المقال أن قرار المغرب بسماح للطائرات الفرنسية بعبور أجوائه لضرب النيجر قرار غير مفاجئ وأن المغرب عميل للغرب وينفذ ما يقرره دوليا إلى الصحافة الدولية والبداية بموقع سبوتنيك عربي وفي خبر مقتل يفغيني بريغوجين ومرافقيه بعد تحطم طائرته الخاصة هكذا عنوانا الموقع المقال يقول نشرت مؤسسة طيران الفيدرالية الروسية روس آفيتسا أمس الأربعاء قائمة بأسماء ضحايا تحطم الطائرة المدنية في مقطعة نيفير الروسية وبحسب المؤسسة كان على متن الطائرة قائد مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين وتحطمت طائرة خاصة أمس الأربعاء يضيف في مقطعة نيفير الروسية كان على متنها عشرة ركاب بما في ذلك قائد مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين وذكرت وزارة حالة الطوارئ أن طائرة خاصة من طراز أمبريار ليغاسي على متنها عشرة أشخاص تحطمت في منطقة نيفير وشددت الوزارة على أنه كان هناك عشرة أشخاص على متن الطائرة من بينهم ثلاثة من أفراد الطاقم وبحسب المعلومات الأولية قتل جميع من كانوا على متنها موقع روسيا اليوم عنونا اقتراحات قادة البريكس لنقل التعاون إلى مستوى جديد حيث قدم قادة مجموعة البريكس في كلمات ألقوها في الجلسة العامة لقمة المجموعة أمس في جنوب إفريقيا مجموعة واسعة من الاقتراحات لانتقال بريكس إلى مستوى جديد من التعاون وأكد القادة دعمهم لعالم متعدد الأقطاب مبني يقول المقال على مثاق الأمم المتحدة كما دعوا لتعزيز التعاون في المجالات الثقافية الإنسانية إلى جانب الاقتصاد والتجارة وفي تصريح لرئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا يقول نحن نرى إمكانية فتح الأسواق الإفريقية وخلق الإمكانيات للدول الإفريقية وكذلك دول مجموعة بريكس وأضاف يجب بذل الجهود للانتقال إلى المستقبل العادل الذي يأخذ فيه بعين الاعتبار الظروف المختلفة للدول المختلفة حسب ما جاء في هذا المقال إلى موقع العربية وفي شأن السوداني عنوان البرهان يجري جولة في مواقع عسكرية بالخرطوم وأمدرمان وبحري حيث تشهد المدن السودانية اليوم الخميس يوما جديدا من التصعيد والاقتتال فيما يجري القائد العام للجيش السوداني جولة واسعة لمواقع ومتحركات عسكرية بالخرطوم وأمدرمان وبحري فجرى اليوم حسب ما يقول المقال وقال بيان للجيش السوداني أن قائد الجيش السوداني الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان يظهر للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب خارج مجمع قيادة الجيش ووزارة الدفاع هذا واشتد الأربعاء في محيط سلاح المدرعات في الخرطوم حدة الاشتباكات الدائرة منذ الأحد بين الجيش وقوات الدعم السريع التي تحاول السيطرة على هذه القاعدة العسكرية الاستراتيجية ومساء الثلاثاء دعا مفوضة الأمم المتحدة لشؤون الإنسانية مارتين غريفث مجددا الأطراف إلى وقف القتال للسماح بمرور المساعدات إلى موقع الاندبندنت عربية عنوانا في ما يخص الهجرة ألمانيا تقر تسهيلات منحة جنسية للمهاجرين يقول هذا المقال أقرت الحكومة الألمانية أمس الأربعاء مشروع قانون لتسهيل إجراءات منحة جنسية للمهاجرين وإتاحة المجال أمام إزدواجية الجنسية لشريحة أكبر ووفق الإجراءات الجديدة التي لا يزال تطبيقها رهن مصادقة البلمان عليها سيصبح الحصول على الجنسية ممكنا بعد الإقامة لخمسة أعوام بدلا من ثمانية أما الذين اندمجوا في المجتمع ويتقنون اللغة الألمانية بشكل جيد فيمكنهم طلب ذلك بعد ثلاثة أعوام فقط وسيحتاج طالبه الجنسية إلى إثبات أنهم لا يعتمدون على معونة الدولة علما أن هذا الشرط يقول المقال سيكون خاضعا لاستثناءات ويمهد مشروع القانون الجديد الطريق أمام إزدواجية الجنسية لشريحة أكبر من الأشخاص يقول هذا المقال موقع الجزيرة وفي شأن الهجرة عنوان أيضا إيطاليا تحتجز ثلاث سفن لإنقاذ المهاجرين خلال ثمانية وأربعين ساعة حيث احتجزت إيطاليا يقول هذا المقال ثلاثة سفن لإنقاذ المهاجرين تديرها منظمات أوروبية غير حكومية خلال ثمانية وأربعين ساعة وذلك بموجب قواعد الهجرة الصارمة الجديدة التي فرضتها الحكومة اليمينية ويأتي التحفظ لموقف المؤقت على السفن الثلاثة التي تم احتجازها جميعا في موانئ بعد استكمال عمليات الإنقاذ وسط البحر المتوسط مع استمرار تزايد أعداد المهاجرين الوافدين إلى إيطاليا رغم الجهود التي تبذلها رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني لوقف تدفقهم وجرى احتجاز السفنة الألمانية سي آي أربعة بعد أن نقلت مئة واربعة عشر مهاجرا إلى ميناء ساليرونو جنوب البلاد وتم إبلاغها بأنه لا يمكنها الإبحار لمدة عشرون يوما وقالت مجموعة السي آي في بيان أنه تم تغريمها أيضا قرابة ثلاثة ألاف يورو وتم تحفظ على السفينة الخيرية الثانية أورورا التي تديرها منظمة سيووتشا الألمانية يوم الاثنين بعد أن نقلت ستة وسبعون مهاجرا إلى جزيرة لاميدوزا وفي حين تم احتجاز سفينة الإنقاذة الإسبانية أوبن أرمز يوم أثلثة في ميناء كارارا في توسكا بعد أن أنقذت مئة وخمسة وتسعون شخصا حسب ما جاء في هذا المقال ختاما من موقع الشرق للأخبار الذي عنوان ترومب يتعاهد بتأمين الحدود ويهاجم المنافسين لا يستحقون الترشح وبايدن سيء للغاية يقول المقال في تصريحات ترومب هاجمت دونالد ترومب بقية المرشحين المحتملين لخوض انتخابات الرئاسة عن الحزب الجمهوري والذين انخرطوا في مناظرة أولى رفض الرئيس الأمريكية السابق المشاركة فيها وحذر من اندلاع حرب أهلية في الولايات المتحدة وقال ترومب خلال مقابلته المسجلة مسبقا مع مذيع فوكس نيوز مبررا رفضه المشاركة بتلك المناظرة أنا أقول حسب قوله هل ينبغي أن أجلس هناك لمدة ساعة أو ساعتين مهما استغرق الأمر وتعرض للمضايقة من أشخاص لا ينبغي المرشح للرئاسة وعندما سئل عن المرشح مايك بينس قال ترومب في المقابلة التي استغرقت 46 دقيقة ونشرت على حساب كارلسون بمنصة اكس تويتر سابقا مع بدء منظرة الحزب الجمهوري أنه يشعر بخيبة أمل في نائبه السابق وأنه لم يتحدث معه منذ وقت طويل وبهذا الخبر مشاهدنا الكرام نصل وإياكم إلى ختم جولتنا عبر الصحف لنهاري اليوم شكرا على طيبي المتابعة السلام عليكم